الوحدة السادسة التعليم هناك العديد من الأمور التي يجب أن تعرفها عن التعليم في كندا. ينص القانون في كندا على تعليم الأطفال. للعديد من المدارس عاملون يساعدون الأسرة والطلاب من الوافدين الجدد على فهم كيفية سير النظام التعليمي وكيفية التأقلم مع الدراسة في كندا. كونك طالباً في كندا قد يختلف عن البلد الذي كنت تعيش فيه. تبدأ السنة الدراسية في نهاية آب أغسطس أو أوائل أيلول سبتمبر وتنتهي في حزيران يونيو بفترات راحة خلال السنة. وإذا وصلت إلى كندا بعد بداية السنة الدراسية سيبقى بإمكانك تسجيل الأطفال في سن الدراسة بالمدارس. في المدارس باللغة الإنجليزية تعطى الدروس بالإنجليزية وتدرس الفرنسية كلغة ثانية. وفي المدارس الفرنسية تدرس الإنجليزية كلغة ثانية. ومدارس الإدماج اللغوي الفرنسية توفر مزيجاً من الاثنين. اللغة الرسمية في مقاطعة كويباك هي الفرنسية. الأطفال الوافدون الجدد سوف يترددون على المدارس التي تعطى فيها الدروس باللغة الفرنسية. يتردد الطلاب على المدارس من الاثنين إلى الجمعة. فيما عدا في الأعياد الرسمية والعطل المدرسية. خدمات النقل المدرسي متاحة عموماً للأطفال الذين يسكنون على بعد مسافة معينة من المدرسة التي يترددون إليها. بإمكان الأطفال الآخرين استخدام وسائر النقل العمومي للذهاب إلى المدرسة. بإمكان الأطفال أيضاً المشي واستعمال دراجة هوائية للذهاب إلى المدرسة. الطلاب لا يرتدون عادة زياً مدرسياً. الطلاب لا يقفون عادةً عندما يدخل المدرس القاعة. يتعلم الطلاب من خلال تبادل الأفكار والعمل في مجموعات وطرح الأسئلة. الطلاب لا يطلبون عادةً بتذكر الوقائع والمعلومات فقط. يشارك الطلاب في أنشطة تنظم خارج قاعة الدرس. وبعض أنثلة ذلك، الألعاب الرياضية أو النوادي أو زيارة المتاحف. هذه هي الطريقة التي يطور بها الطلبة اهتماماتهم ويكونون صداقات. الطلاب والمدرسون من أعراق وديانات وجنسيات وميول جنسية وقدرات مختلفة متنوعة. يدرسون ويعملون معاً. ويجب عليهم احترام بعضهم البعض. الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في التمتع بنفس الجودة في جميع نواحي حياتهم كأي شخص آخر في كندا. هناك منح دراسية أو دعم مالي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التعليم. غالباً ما يوفر دعم إضافي للطلاب الذين يواجهون تحديات جسدية أو سلوكية أو تحديات في التعلم. هذه المساعدة يمكن توفيرها إما في المدرسة أو خارجها. تحدث مع المدرسة ومع منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرائية لك. واطلب الدعم ما إن تصل إلى كندا. من الشائع أن يلتحق الأشخاص في كندا بالمدرسة من جديد في فترات مختلفة من حياتهم، بما في ذلك الكبار. هذه بعض الأسباب الشائعة وراء تعلم الكبار في كندا. إتمام الدراسات غير المكتملة النهوض بمستواك بالحصول على دبلوم أو شهادة أو درجة علمية تحسين معرفتك للإنجليزية و أو الفرنسية بالنسبة للكبار الذين لم يكملوا دراساتهم الثانوية، هناك صفوف لمساعدتهم على الحصول على دبلوم. البعض من هذه الصفوف تعلم الكبار أيضاً القراءة والكتابة حتى إذا لم يكونوا يعرفون ذلك بلغتهم الأم. دروس اللغات للكبار متاحة لتعلم الإنجليزية و أو الفرنسية. هذه الدروس تعلم أكثر من مجرد اللغات، فسوف تتعلم الكثير عن الحياة في كندا. للمزيد من المعلومات عن التعليم في كندا، اسأل منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرعية لك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر